وأكد رئيس وزراء اليابان فاميو كيشيدا استمرار دعم بلاده لمصر في المجالات المختلفة من خلال التعاون فيما يتعلق بمشروع الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة وانوها كيشيدا إلى مشاركة شركات يابانية في مشروعات توليد الكهرباء بالطاقة الرياح سنستمر في تقديم مساعدات طويلة الأمد في مجالات مختلفة مثل التعاون المتعلق بمشروع خط الرابع لمترو أنفاق القاهرة ومشاركة شركات يابانية في مشروع توليد الكهرباء بطاقة الرياح من خلال البنك اليابان للتعاون الدولي وفي مجال التعليم وخاصة التعليم على الطريقة اليابانية الذي ينتشر في مصر مؤخرا قد بدأت مبحثات لدراسة اعتماد نظام كوسين أو المعاهد العالية للتكنولوجيا إن التامية البشرية هي أساس الزهاد دولة فستمر ديابان في تقديم دعم لمصر في هذا المجال